بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغم انسحاب القوات الأمريكية وإعلان طالبان أن الحرب قد انتهت في أفغانستان ولكن يبدو أن حربا قد انتهت وحربا جديدة قد بدأت حربا بالحصار وعدم الاعتراف وحربا أيضا متعلقة بإعلان الحكومة الجديدة هذه الحكومة والتي طالبت أمريكا ودول عديدة أن تكون هذه الحكومة حكومة مشتركة أي تجمع طالبان وغيرهم ولكن في النهاية أعلنت طالبان حكومتها وهذه الحكومة التي جاءت برجال طالبان الأقوية ليس هذا تحسب ولكن كما جاء في الحرة الأمريكية أن هناك فزعا أمريكيا ويقولون أن بعض الأفغان يتخوفون من عودة وزارة وصفوها بوزارة الرعب هذه الوزارة والتي من العجيب أن تعرفوا أنها أنشئت قبل عصر طالبان الأول فمن الذي أنشأها وكيف استمرت؟ بل الغريب أن هذه الوزارة استمرت أيضا بعد سقوط طالبان في 2001 عندما تم غزو الأمريكان لأفغانستان وكانت مستمرة في عهد حامد كرزاي إذن لمعرفة ما يتعلق بما جاء في الحرة الأمريكية عن هذه الوزارة والتي وصفوها بوزارة الرعب أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن هي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الوزارة التي قالت عنها الحرة الأمريكية أنها جاءت من دون نساء أو أعضاء من خارجها أي حركة طالبان حيث أعلن الطالبان حكومتها المؤقتة مضيفة إليها الوزارة التي كان الأفغان يخشون من إعادة تشكيلها مرة ثانية هنا عندما يطلقون كلمة الأفغان لا يقصد به عموم الأفغان أو الشعب الأفغاني إنما يقصد به قلة قليلة من النساء وبعض الصاخطين على نظام الشريعة الإسلامي أو من تطبعوا أو جعلوا من الثقافة الغربية شعارا لهم إذن توصف الحرة الأمريكية الوضع بأن هذه الشريحة تتخوف من عودة هذه الوزارة وتقول أنها ارتبطت أي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بانتهاكات تعسفية وفقا لمنظمات حقوقية فبعد عشرين عاما من عودتها لحكم أفغانستان أعادت الحركة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى قائمة وزاراتها في مشهد يعيد إلى الأذهان ما كانت تقوم به شرطة الأخلاق إبان حكمها السابق وهو تطبيق التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية طبعا نحن كده بنقرأ لحضراتكم من الحرة الأمريكية وهي عدو تقليدي لحركة طالبان والطيارات الإسلامية والشريعة الإسلامية والإسلام نفسه مع قيود صارمة على النساء والإجبار على الصلاة وحتى حظر الطائرات الورقية والشطرنج وفقا لصحيفة واشنطن بوست كما تقول فرانس بريس أن عودة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تبث الرعب في فترة الحكم الأولى لطالبان تثير مخاوف كبيرة بين السكان وعينت الحركة محمد خالد وزيرا للدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول الصحيفة أن خالد هو رجل دين غير معروف وأشارت الصحيفة إلى أن طالبان لم تنشئ وزارة لشؤون المرأة على غرار الحكومة السابقة في وقت خرجت فيه تظاهرات مطالبة للحركة بالسماح للنساء بمقاعد في الحكومة ومناصب قيادية أخرى وعشية إعادة فتح الجامعات الخاصة في أفغانستان جاء في مرسوم صادر عن نظام طالبان الجديد أن على الطالبات ارتداء عباء سوداء والنقاب وستتابعنا الفصول في صفوف غير مختلطة وقد جاء رد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلبيا الأربعاء على تشكيلة الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تضم حرص طالبان القديم وتتناقض مع الوعود التي قطعتها الحركة بالانفتاع وضمت الحكومة الجديدة العديد من شخصيات طالبان التي كانت نافذة جدا قبل عقدين عندما فرض الإسلاميون نظاما أصوليا هنا طبعا الحرة بتصف هذا النظام الإسلامي بأنه نظام وحشي بين عامي 96 و 2001 ولا أدري من أين جاءوا بهذا الوصف وقد نعمت أفغانستان في تلك الفترة بحكم عما فيه العدل وعما فيه الاستقرار وفي كابل أعرب بعض الناس عن مخاوفهم من أن تعني إعادة العمل بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم سعي طالبان إلى التغيير وقال جل وهو أحد سكان كابل الذي ذكر اسمه الأول فقط بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة توقف الناس عن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة في الأماكن العامة خوفا من الممارسات السابقة منذ آخر مرة حكمت فيها طالبان ولم أرى أي إجبار على الصلاة لكن هناك خوف على الجميع ولم يرد متحدث باسم طالبان على طلبات للتعليق من قبل الصحيفة على آلية عمل الوزارة ومن جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء أنه تم تعليق الاحتجاجات في الوقت الحالي وأسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني التي صنفتها واشنطن بأنها إرهابية والمقربة تاريخيا من تنظيم القاعدة وتذكر الصحيفة أنه عندما تولى الطالبان سابقا السلطة طبقت الوزارة تفسيرا صارما للشريعة الإسلامية وقد تم حل الوزارة أنذاك من قبل الرئيس الأفغاني حامد كارزاي بعد التدخل الدولي في 2001 واستبدالها بوزارة الحج والشؤون الدينية وقد وافقت كحكومة كارزاي لاحقا على استحداث قسم أقل قوة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 2006 وسط ضغوط من المحافظين وتعود جذور الوزارة إلى حكومة برهان الدين رباني الذي شغل منصب الرئيس بين عامي 92 و 96 والتي أنشأها قبل حكم طالبان ولكن توسعت هذه الوزارة بعد حكم طالبان ونشرت الصحيفة روايات عما كانت تقوم به شرطة الأخلاق ومنها القيام بدوريات في شوارع وغلق متاجر وأسواق في وقت الصلاة واعتداء بالضرب من قبل عناصرها بحق الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يستمعون إلى الموسيق كما كانت الشرطة تعاقب من يقوم بالرقص واللعب بالطائرات الورقية وقص شعره على الطريقة الأمريكية وتضيف أن الشرطة كانت تعاقب من خلف قواعد الحياء مثل تخفيف شعر اللحية للغاية وتطرد الفتيات من المدارس والنساء من أماكن العمل كما أن المرأة كانت ممنوعة من الخروج بدون مرافق لها وتقول الصحيفة أن استحداث الوزارة يعيد هذه الذكريات إلى الأذهان ويظل العديد من الأفغان مشككين في وعود المقاتلين الإسلاميين بأنهم قد تغيروا ونقلت الصحيفة عن عضوين من طالبان تحدث شريطة عدم الكشف عن هوياتهما لأنهما غير مصرح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام أن الوزير المعين لإدارة الوزارة محمد خالد كان رجل دين على دراية جيدة بالقانون ومن كابل قال أحدهما للصحيفة سيكون للوزارة مسؤولين معينين لكن لن يكون لها عناصر شرطة أو جنود والوزارة لم تبدأ العمل بعد وواجبها سيكون الدعوة إلى فضائل وتعاليم الإسلام ومنع الناس من الرذيلة والأعمال غير المشروعة فيما قال العضو الثاني أنه لا يتوقع أن تستخدم طالبان القوة لتطبيق مبادئها بنفس الطريقة التي كانت عليها قبل ذلك يذكر أن هذه الحكومة تم تشكيلها قبل أيام من ذكرى 11 سبتمبر في الولايات المتحدة والتي أدت إلى تدخل دولي أطاح بالحركة من السلطة وجميع أعضاء الحكومة اللي بيترأسها محمد حسن أخواند المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملة محمد عمر الذي توفية في 2013 هم من طالبان وينتمون إلى البشتون مع استثناءات نادرة جدا حسب الحرة الأمريكية والعديد من الوزراء الجدد كانوا مدرجين على لوائح عقوبات الأمم المتحدة وكان أربعة منهم معتقلين في سجن جوانتنامو ويعرف رئيس الوزراء محمد حسن أخواند بأنه وافق على تدمير تمثلي بوذا العملاقين في باميان وسط أفغانستان الذين يعودان إلى القرن السادس والمنحوتين في موقعين فجرهما الإسلاميون بالديناميت عام 2001 بحسب بيل روجيو رئيس تحرير لونجور جورنال وهو موقع أمريكي مخصص للحرب على الإرهاب فيما أصبح عبدالغان برادر المؤسس المشارك للحركة نائبا لرئيس الوزراء والملة يعقوب نجل الملة عمر وزيرا للدفاع بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا مع حضراتكم ما جاء في الحرة الأمريكية لأننا نريد أيضا أن نعرف ما تكتبه أمريكا خاصة أنها هي المحتل والمستعمر فكيف تنظر إلى أفغانستان المستقبل وكيف يمكن لها أن تتعاطى مع قلاقل ومظاهرات وأحداث لمحاولة التشغيب على حكومة طالبان القادمة أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعيلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا